قال وزير الدفاع الأمريكي أنه على الرغم من مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي فإن الوضع الأمني في سوريا يبقى معقدا نعم وفي مؤتمر صحفي عقده منذ دقائق جماعه ورئيس هيئة الأركان المشتركة قبل قليل قال إن هدف الولايات المتحدة في سوريا هو تأمين حقول النفط ومنع إعادة ظهور خلايا جديدة لتنظيم الدولة وللتعليق أكثر على هذا الملف ينضم إلينا من واشنطن رافد جبوري مراسلنا هناك رافد هذا المؤتمر هل أضاف جديدا لما كشفه ترامب في مؤتمره الصحفي الذي أعلن فيه مقتل أبو بكر البغدادي إن لم يكن أضاف جديدا فقد استمر في الغموض حول نقطة محددة ربما لا تكون أساسية من ناحية الاستراتيجية ونقطة الطريقة التي هرب بها أبو بكر البغدادي فقد اهتمت وسائل الإعلام كثيرا بالطريقة التي وصف بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس طريقة هروب البغدادي عندما قال إنه كان يهرب وهو يصرخ ويبكي وقد ركز على هذا الوصف دونالد ترامب يوم أمس في الخطاب الذي ألقاه بعيد إعلانه وأعلن فيه عن مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي الآن عندما سئل الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية قال يعني بأنه لم يتلقى هذه المعلومات تماما وليردد بذلك ما قاله يوم أمس أيضا وزير الدفاع مارك أسفر عندما سئل سؤالا مباشرا حول من أين أتى ترامب بهذا الوصف الاثنان يعني قال بأن الرئيس ترامب ربما يكون تحدث مع أعضاء الوحدة التي قامت بالهجوم في محافظة إدلب السورية وأدى إلى مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية إذن هذه النقطة التي يعني اهتمت بها وسائل إعلام ما نزال لا نعلم من أين أتى ترامب تحديدا بهذا الوصف ولم يكشف ذلك لا وزير الدفاع مارك أسفر ولا رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مايك ميلي أيضا رافض وجهة الكثير من الأسئلة من قبل الصحفين في هذا المؤتمر حول وجود القوات الأمريكية في الشمال السوري وحول أيضا مسألة حماية النفط وهناك أيضا تصريح مفاجئ لمارك أسفر قال فيه نخطط لإبقاء بعض القوات في المنطقة وهذا يعاكس ما أعلن عنه ترامب منذ فترة بسحب القوات الأمريكية من سوريا صحيح لكن منذ أن أعلن ترامب الانسحاب من سوريا نستمع إلى حديث عن قضية تأمين حقول النفط حتى ترامب نفسه لو كنت تذكر في الأيام الماضية يعني تحدث عن هذا المبدأ لكن الجديد الآن الجديد اليوم في هذا المؤتمر الصحفي لوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة هو التصريح بأن هذه الآبار حقول النفط السورية قد تكون مصدرا أو من الممكن أن تكون مصدرا جيدا لتمويل قوات سوريا الديمقراطية يعني هذا تقريبا اعتراف رسمي أمريكي بأن هذه الحقول ممكن أن تستخدمها قوات سوريا الديمقراطية طبعا الواقع شيء ربما تجري هذه الأمور فيها الواقع لكن عندما تصدر رسميا عن مسؤول أمريكي بهذا الشكل فهذا تطور لافت للنظر على يتحال الولايات المتحدة الأمريكية تقول بوضوح بأنها لن تترك حقول النفط من غير تأمين خشة من أن يعود تنظيم الدول الإسلامية للسيطرة عليها بالفعل ولمن سيعود ريح هذه الحقول سؤال برسم الأيام القادمة شكرا جزيلا لك رافد جبوري مراسلنا من واشنطن شكرا جزيلا لك